أهلا بكم قمة إلغاء التأشيرات ودفع الشراكة هكذا وصف الرئيس الأوكراني اللقاء الذي يجمع عددا من قادة الاتحاد الأوروبي في كييف في كلمة افتتاحية جدد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو التأكيد على أن إلغاء نظام التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي كان آخر خطوة على طريق قطع العلاقة مع الإمبريالية الروسية والاتحاد السوفيتي بوروشينكو اعتبر أنه لا توجد دولة في العالم قامت بما فعلته أوكرانيا من إصلاحات كبيرة وعميقة رغم أن ذلك كان في ظل العدوان الروسي وقال الرئيس الأوكراني إن ثمن التقارب مع الاتحاد الأوروبي كان باهظا جدا هذه الوثيقة وثيقة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي التي خرج من أجلها ملايين الأوكرانيين وأصبحت رمزا لنضال الشعب الأوكراني من أجل الحرية والاستقلال والقيم المشتركة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك من أجل تقدم حر وديمقراطي للبلاد وثيقة الشراكة تمثل حق الأوكرانيين ولا حق لأي دولة أن تنصب الضوء الأحمر على طريقهم لم تدفع أمة من الأمم ثمنا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومع احترام لقاذة الاتحاد أريد أن أؤكد وأشير على عدم وجود حق التراجع عن هذه الشراكة